بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم اما بعد ده اخر جزء قريبا هحله في المذكرة دي بعد كده هنبدأ نشتغل ان شاء الله مع بعض في كتاب الكتاب ده موجود اكيد في كل المكتبات وكل الاسواق فياريت الناس اللي مش موجود معها الكتاب تشتريه ان شاء الله من الوحدة الرابعة هنشتغل في فالوحدة الرابعة دي انا هحاول اصورها من كتاب ونزلها لكم بحيث تبقى موجودة معاكم علشان انا شخصيا لسا ما اجيبتوش يعني لكن انا هجيبه لان المطر والاجواء اللي انتم عارفينها النهار دي مبارح من كهربة الدنيا شوية انا هجيب الكتاب ده واصور الوحدة الرابعة وانزلها لكم على جروب التليجرام علشان تنزلوها وتحلوها علشان تحلو معايا لحد ما تشتريوك كتاب ده رقم واحد الحاجة التانية الناس اللي ما بتتفعلش معنا يا شباب ما بتبعت ليش اسئلة ما بتبعت ليش حضرتك دافع فلوس حرام عليك وبلاش موضوع دافع فلوس حضرتك في سنوية عامة انتبه قبل فوقات الاولاني الكرسي الجلد يا شباب زي ما قلت لك قبل كده قبل كده فيه كرسي جلد في كل مؤسسة كده ما تسمحش الحد ياخده منك لان لو حد اخده منك هتبقى حضرتك شغال تحت يده فما ترضاش ابدا بالدون والشهر كان دايما بيقول اذا ما كنت في امر مرومي فلا تقنع بما دون النجومي فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم يعني كده كده هتموت في الاخر وهي اسمها موتة فخليها موتة شريفة لطيفة كده تبقى كده من رجالات التاريخ ويكتب عنك بدل ما تبقى خلاص كده تترمي في رمس التراب والسلام عليكم يعني تعالي نبدأ في اول جملة معنا بقى بعد موشح الوعز اللي احنا عملنا ده على الفكرة بالانجليزي ده بيسمو لما تكون حضرتك تأخرت برا البيت وراجع فتقول بقى يداني محاضرة كده قبل منام مبارح يعني علشان انا كنت نعمل حاجات غلط اول جملة عندنا طبعا تتعرفين القاعدة هنا ضمان الواصل اول جملة ما يبقى هو ولا ذات ولا ولا وين يعني في الجامعة دايما من الجامعة بناخد فيها معرفة رقم واحد رقم اتنين عايز اتعرف ان البيولوجي ده اللي هو علم الاحياء اللي هو العلم اللي بيهتم بدراسة اه الكائنات الحية والحاجات اللي انت فاهمها دي اللي هو الاحياء طيب الامم ده كله كده كده انك لما يكون قدامك فصلة هنا عايزك تفهم دي كويس جدا الفصلة دي بتقول لك سلام عليكم ممنوع تقترب من كلمة ده عاقل وبالتالي هنقول طيب الاختيارات هنا لو فيه هم يا مستر كنا ممكن نفكر فيها والله العظيم ما كنت نروح ناحيتها طب ليه يا مستر عشان هم دي حضرتك بتيجي مع المفعول مع المفعول مش مع الفاعل وانت بدل صديقي الذي يعيش من اللي عايش يا عم صديقة خلاص يبقى ده فاعل طيب الجملة دي نفسها زي ما هي كده زي ما هي بالنص كده يا مستر لو انا قدامي الجملة دي كده بس ما فهاش الكمة مفعش الفصلة هنعمل ايه? لو ما فهاش الفصلة انت هتقولها كده ميا فرند هو او ميا فرند زات وكان هيبقى الاتنين دول صحة والاتنين يبقى زي الفلو اكسو بيرفكت ومية مية طيب طيب عيشة طبعا عيشة بلاك انت من الكمة الموجودة دي يعني بتقول لك ممنوع تاخد مين? ممنوع تاخد زب. عيشة ولا هوم ولا هوز ولا ذات فادر. فادر يعني ايه? يعني اب. ابو مين يا عم? ابو عيشة. عمك ابو عيشة ده يعني الاب اللي هو بتاع عيشة اصلا. فده ملكية. تاخد ابو انت مغمض عينك عامل احسابك انت وعارف اكيد ان دي لازم يكون قبلها اسم وبعدها اسم. ما ينفعش قبلها ولا بعدها فعلي اطلاقا. دي لازم تبقى محاطة بالاسماء. طيب. اه وطبعا عايزين نعلق على الحت دي معناها معروف جيدا وعايزك تفهم ان الموضوع ده مكرر وقل شوية يجي حتى في اختيار الكلمات يعني معروف جيدا. يعني جيد البناء يعني محصن جيدا. يعني المدار جيدا. يعني منظم جيدا. خد بلك ان كل الحاجات اللي لو تلالك دي فيها اللي هي الظرف ما ينفعش ان نفعش نفع جود. طيب. اه بعد كده ايه? اخويا اللذي يعيشوا. اللذي يعيشوا. فيه? في فصلة? لا ما فيش فصلة. خلاص. هناخد ذات. طب يا مستر بس كلمة دي بتيجي مع العاقل برضو. انا عاية تفهم كده. ان هم دي ان هم دي بتيجي مع المفعول فقط. هم بتيجي مع مين? مع المفعول فقط. يعني ايه مع مفعول? لما اقول لك اللي انا ضربتهم بارح. الود ده فاعل المفعول. انا ضربت يعني انا الفاعل. والود ده مفعول. فالممكن نقول او 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 هم اي هت يستر داي. خلينا اكتبها لك كده واستحمل. هم اي هت يستر داي. الجملة كده مزبوطة وزي الفل. عارف انت ممكن تستخدم هنا هم وتستخدم كمان هم في نفس الجملة دي ونفس السياقة. طب ازاي او هم وكمان تستخدم معها كمان ذات. التلاتة صح. والتلاتة ينفع والتلاتة زي الفل. طب ازاي بقى التلاتة ينفعه? حضرتك لو جدت فصص كده وتفصل ان دي موجودة في الجملة هنا كفاعل. ولا مفعول? اترجب. الواد اللي انا ضربته بالامس. يبقى الواد ده ايه موقعه? الواد ده مفعول. مدام هو مفعول فينفع مع المفعول يا شباب ناخد هم. ركز في دي كويس وينفع مع المفعول ناخد هو وزات. يبقى المفعول ناخد هو وزات. طيب. انا عايز اقول لك بقى الواد اللي ضرب اخويا مبارح. ده بوي. هو. hit my brother. يستر داي. ركز بقى ركز انت بتقول الواد الذي ضربه. فالواد ده موقع في الجملة هنا ايه شباب هو فاعل. وكونه فاعل فانا ما ينفعش قدامي ما فيش غير اختيارين اتنين فقط لثالثة لهم. انك تستخدم هو او تستخدم زيت لو انت ما كنت اشتركت القاعدة دي قبل كده وتايع في الدنيا فتكز معي. واسمع الفيديو ده كويس كده. واسمع وتعالى رايح على قناة اليوتيوب. هتلاقيني حال عليها برضو. اسئلة من كتاب جيم اسمع دي ودي وانصحك انك تسمع الاتنين واستحالة يكون عندك سؤال. عندك سؤال طب يا مستر بعد ما حلت معايا هنا وهنا اسئلتك يا فن ما بعد حالة على الخصة هرد عليك طبعا. لا محالة يعني. طيب. فانا عادة تفهم الفرق من يجبتين. الاورانية كده اول واحدة احنا قلنا ده بوي هو وهم وذات. ليه بتاتا ينفع يا مستر? عشان كلمة بوي دي عم معناها موقعها في الجملة هنا مفعول. طب عرفت من هنا مفعول مانا ترجمت قالك الواد اللي انا ضربته. يعني الواد ده مفعول وانا فاعل. فلاص اللي بعدها الواد اللي ضرب اخويا الواد ده هو الفاعل فمدامه فاعل فنينفع استخدم مع الفاعل هو زي ما انا فاهم طبعا وينفع استخدم مع الفاعل ذات. طيب نكمل بعد كده في ايه الفاكهة التي تنضجه على الشجرة على الشجرة يبدو طعمها اه افضلا يعني. طبعا الفواجه دي غير عاقل وبالتالي انا محتاج او ذات. يعني هنا لو كان في كنا اخدناها او الله العظيم اخدناها عادي جدا. طب يا مستر نفترض ان الجملة زي ما هي كده. معلش استحمل شوية في كل شوية هنطلع. فانت عليك تستحملها. افترض ان الجملة دي زي ما هي كده فروت. وبعدين راح عاملي بعدها كما هنا كده. يعني نفترض مسلا احنا بنلعب مع بعض. وعمل لك هنا كده كما في الحتة دي كده. هتعمل ايه? هينفع ناخد ذات. ما ينفعش ذات اطلاقا وما كانش ينفع غير ويتش. ليه يا ستنا ما هو قال لك القاعدة بتقول ان الكما دي ما بتجيش ابدا مع ذات. اطلاقا. طيب يا مستر ما هو ويتش وزات بيجو مع الغير عاقل. انا معاك. بس الفصلة دي بتقول لك ان مع الغير عاقل خد ويتش بس مش ذات. مع العاقل خدهو بس مش ذات. طيب يا مستر دي شقة. الشقة دي مكان. حلوة كده? حلوة كده. انا عارف كويس جدا وحفز وانت محفزني. لما يبقى معايا مكان. وبعد المكان يديني نقط. يديني نقط هنا كده. وبعدها هنا جملة بدقة بفرب تو بي. اسمع الكلامتين دول كده وركز. الجملة بدقة بفرب تو بي. او بدقة بفعل. او الجملة نفسها برضو ها? او الجملة بدقة بفعل. او الجملة آآ فيها فيها اكتب ده بالعرف. فيها حرف بس اخط بالك من اللي جاية دي جر. يعود على الفاعل. يعني ايه حرف جر يعود على الفاعل? يعني ما تروحش انت سيضلي حرف جر من اي حتة في الدنيا. وتيجي تقول لي حرف جر يا مستر. انت قلت لي حرف جر. لأنا قلتش كده على فكرة. لك حرف جر يكون عائد على مين? على الفاعل. طب ما تيجي نشوف الجملة بتاعتنا دي مين في دول? الجملة بدقة باور فلات. اللي هي شقتنا. مكان يا مستر. تمام زي الفولي. بقى دي مكان واور فلات مكان. وبعدين يديني نقط عشان اختار. معاك انا. وبعد النقط بدألك الجملة اللي بعدها بفرب تو بي. ازن انت هتستخدم في كل الاحتمالات دي وانت مغمط عينك تستخدم مين? خد بالك بالحكة دي سواء هو مكان تكز سواء هو مكان او زمان. يعني سواء مكان او زمان هعمل نفس القاعدة دي. طيب ما تديني مساء كده كمان هقول لك هنيعمل. لما تيجي في جملة مسلا تقول لي. زا ارب كنتري. وبعدين نقط مش عارف ايه كده يعني افترض ان احنا هنقلف جملة يعني. وكمل الجملة. المهم زا ارب كنتري الدولة العربية. التي تقع في شمال مش عارف مين في جنوب معرفش مين. المهم الجملة كده. زا ارب كنتري وبعدين مديني نقط عشان اختار وبعدين. الدولة العربية دي المفروض ان هي مكان. صح? طيب. المفروض ان انا اقول او كده. افوق فكر في كده. لأ مش هتفكر في كده. مدام جاب لك بعدين نقط كلمة يعني تقع. ده معناها ان هو ادك مكان اللي هو زا عرب كنتري. وبعدين نقط اللي هي هنختار فيها هنا. وبعدين هجاب لك الجملة بدأ بفعل. خد بالك الجملة بدأت بفعل. دلوة كلمة اذا انت اختار وانت مغمض عينك مين هنا. وتروح مغمض هناك كده. ومختار وانت مغمض هناك وقلبك جامد وانت كده تلفل. طيب نرجع لموضوع اول فلات نقط هنا فلات شقة. وبعدين الجملة تانية بدأت فانا هستخدم ايه? على طول عن مغمض عيني. وعدت لخبط وتقول عشان دي شقة. طيب. الجملة رقم ستة بقى بيقول لك. انت عارف اسكندرية جامعة اسكندرية دي مكان. حلو كده. الجملة التانية بدأ بمين? بدأ بفعل. يعني مش بدأت بفعل. زي ما قلنا. ما فيهاش حرف جر عائد على الفاعل زي ما اتفقنا. خلاص تستخدم مين? المكان ناخد لوير. وشكرا على كده. طيب. في احتمال تاني كده برضو غير الاحتمال التانية دول هيقابلنا دلوقتي هقوله لك برضو. واخد بلك انت لو حقص في جملة هي مثلا. الجملة زي ما هي كده. نفترض يعني. الجملة زي ما هي كده. ورح قال لك في اخر جملة خالص ربنا ما هدهوش. قال لك في اخر جملة ايه? يعني هي الجامعة التي دارسها الهندسة فيها فين يقصد? يعني فين في الجامعة? يبقى حرف الجر عايد على المكان? في الحقيقة ما كناش ينفع نستخدم وير ابدا. كنا هنستخدم مين? كنا نستخدم ويتش. طيب. فانا عايزك تركز بتخبرك مكان ده كويس. احنا في الجملة دية. الجملة التانية. الجملة التانية. انا اخدت ويتش وما اخدتش وير. طب ليه? عشان في حرف جر. اللي هو ما حرف الجر? اللي هو كلمة قات موجودة قدام عينك اهي. طيب في الجملة الاورانية. مفيش حرف جر. مفيش فعل. مفيش بارب تو بي. فاخدنا وير. بداية انا عايز اقول لك ان احنا قلنا تريب تحديل هنا مولناش لان الرحلات اللي لها غرض بنسميها تريب. فبنقول تريب وبزنس تريب والحاجات دي يعني رحلة قصيرة. الحاجة التانية انت في الجملة دي انت عارف ان في حاجة اسمها طيب يبقى انت هتقول لي هنا ايه? طيب مستر ليه من قلت شويتش وخلاص لوحدها كده مجر حاجة. فاندم ترجم عربي. انت بتقول الاسبوع اللي فات احنا عملنا اجتماع الذي فيه ناقشنا. ولا لا ولا عملنا اجتماع الذي ناقشنا اجتماع الذي فيه ناقشنا. فعشان كده بتقول ايه? هتقول اتويتش. طيب. بعد كده في نمبر ايت. اه انت عارف ان كلمة زي طبعا عشان احنا بنراجع فلازم تستحمل. في كلمة اسمها وفي كلمة اسمها بريسكرايب. يعني يوسف لكن يعني يدره شتى يعني. هي كتبت مقال الذي فيه بتصف المشاكل التي تواجهها المجتمع. الذي فيه. انت عارف في المقال وبالتالي هنقول انوتش. طيب. اه بعد كده. في رقم تسعة. بيقول لك تكتور عيشة عبدالرحمن ديت زات هو هو. انت عارف انت لمحت اكيد الكاميري. اكيد لمحتها معي صح? انت خلبوس برفع عليك. يعني ايه الفايدة يعني? لمحتها مستر يعني انا شطبت على زات ما هو منفعش نجيب فصلة بعدين زات يا مستر انت هتهزر. وبعدين دكتور عيشة عبدالرحمن دي اصلا شخصية يعني بنا ادم عاقل. ازاي تفكر في وير? حتبعدها يا كمان. انا هفكر في مين دلوقتي? في هو. طب ما هوات دي ما تجيش مع العاقل يا مستر. انت تنسيت ولا ايه? خلاص هيبق الاجابة مين يا عم? الاجابة هو. بس انا بحبش الاجابة دي بتيجي بالمنزل ده. انا لازم احاول برضو اتعلم الاستبعاد ولكن اشوف الاجابة كده ليه? دكتور عيشة عبدالرحمن التي تعرفه جيدا بانها كزا. فعشان كده اخدنا هو. طيب. رقم عشرة. دكتور عيشة عبدالرحمن اعتدت ان تذهب مع بيها الى الاجتماعات او والتي فيها. خد بالك الاجتماعات التي فيها. انا عارف في الاجتماع اسمها اتزاميتنج. هنا هنقول طيب. بعد كده هي راحت جامعة جامعة القاهرة والتي او حيث درست كزا. والله جامعة القاهرة دي يا مستر ما كان. وبعدين بعدها جاب لي يعني الجملة التانية دي لا بدأ بفعل ولا بدأ ولا فيها حرف خلاص يا عام يا خلاص ما زعلش نفسك خد وير. عادي جدا يعني. طيب. اه يعني هي كتب جادل لاجل. دورا ايجابيا اكبر. في العالم حديد. انت عادت الجملة بقولك ايه? هي كتبت كثيرا من الكتب والمقالات التي فيها. انت بتقول. يبقى انت هنا هتقول مين? طيب اه افرض الجملة دي يا مستر. افرض. احنا هنلعب مع بعض بقى معلش استحمل الفيديو هكون تقول شوية. افرض ان هي نقطة. وكمل الجملة مسلا. مسلا. الجملة لو هي كده بس كده زي ما انت شايفها كده بس الجملة كده. هنعمل ايه مستنى قبيل في النص تا ما الترجم عمش بتاعف. بقول لك هي كتبت كثيرا من الكتب والمقالات جادت لاجل المرأة. اكيد التي لجادبت لاجل المرأة. مين اللي كان بيجادل هنا في الجملة دي الكتب والمقالات. فعشان كده هنقول هنا في الجملة اكيد طيب ليه ما قلتش? ما انت هنا في الجملة لو انت بتقول لي هي كتبت كثيرا من الكتب والمقالات التي فيها بص 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 هي جادلة. يعني هي جادلة في الكتب عن حقوق المرأة. لكن انت هنا بتقول لي الكتب جادلة ناقشت حقوق المرأة. تلتاشر آآ نقط طبعا العمل غير عاقل وبالتالي هنقول ذات وبالتالي هنا قدامي ولو كان في ذات ما كناش هنقرب ناحيتها عشان في كما هنا عايدك تفهم دي كويس. دكتور عيشة فاضل يعني اب. ابو مين يا عام? ابو الاب لعيشتي. فخلاص يبقى ناخد هوز ما هو الاب ده ملك العيشة. دكتور عيشة كتبت كثيرا من المقالات. هي ناقشت حقوق المرأة والمجتمع. يبقى كود. هو المذكرة دي فيها ميزة ان هي ملتزمة بجمل الكتاب. فمعنى انك هتحفظ جمل الكتاب. وهتحل كمان من كتاب والافكار التانية فيبقى انت هي طالب كويس. الملكة التي ديت يعني عاقل يبقى نفود يا مستر اقوله خلاص ما تقوله يعني. طب لو في ذات هنا ناخدها لو والله ما كنا نروح ناحيتها عشان خاطر من الموجودة ديت العظيمة اللي نعمت لك علىها بالاحمر والاسفر دي. ملكة التي ميتت والله عاقل وفي كما فخلاص هنقوله. طيب. آآ نقط آآ رولد حكمت برضه ولا التي حكمت يبقى نقوله عشان طيب الزوجها زوج فيكتوريا الزوج ده اللي اسمه مات الف تنمية واحد وستين ايه كتلابسة دايما ولا 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 انت عارف ايه الملكة زوجها مات الف تنمية واحد وستين والذي بعده ارتدت دائما للزي الاسود والذي بعده يبقى افتر ايه افتر ويتش طيب. I am hoping to study science at university. بتمنى اني ادرس العلوم في الجامعة. I would like to work as a research assistant. which ولا ذات ولا افتر افتر ويتش ولا افتر افتر ويتش انا عايز ادرس العلوم في الجامعة. والذي بعده او بعده يعني خبلك والذي بعده عشانك هتقول ايه? افتر ويتش. يعني بعد ذلك يعني. طيب. المدينة التي ولدته. خد بالك المدينة دي مكان. فالمكان هنقول او ان. طب ليه ان ويتش يا مستر? ليه مش ويتش لوحدها? اصلاك بتقول المدينة التي ولدته بص التي وبعدين فيها ولدته. وكمل من الجملة. طب لو ما فيش ان ويتش كنا ناخد مين? كنا ناخد وير طبعا. ونكمل. هنفش هنا اخطأ. هنا طبعا هنستخدم طب ليه هقول لك رقم واحد ان قدام سيادتك فصلة ما منفعش نفكر في ذات. رقم اثنين ان لما تستخدم ضمير وصل يكون عادي على جملة كاملة تاخد هو ايه الجملة الكاملة ان تقول هذه الايام اصبح النساء اتعلمنا تعليما جيدا كالرجاء. الذي يعدوا شيئا جيدا. الذي دي هتبقى لانها عايدة على جملة كاملة. تاتة وعشرين. انا مبارح لعدت تنس مع اخويا. ايه? هو ايه اللي يخليك اللعبة? يبقى انت عايز ضمير وصلة عايدة على اللعبة. فعشان كه اتخوك هتستخدم. طب افرد 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 انو هو بولك يستردي. وبعدين فصلة كده لحظة كده ما نقل لك لونة تحت كده. نفس الجملة كده. آآ نقط. من اللي كان زعلان اخويا طبعا. خب بالك انا عشان كلمة دي اللي هو اخويا اللي كان زعلان فانا هنا ما ينفحش استخدم غير مين? غير هو. وكونه عاقل يا مستر فانا ممكن استخدم هو او زات. اه هو فعلا تعمل كده بس ينفع في الجملة دي. لأ طبعا يا مستر عشان في فصلة فانت عارف ان فصلة ما تبليش مع زات بس احنا يعني على سبيل الدرداشة. طيب رقب اربعة عشان يعني مسئولية. مسئولية في نعم الممرضة. خلاص يبقى ملكي. اخد هو سبعة طيب انت مغمض عينك. طيب. بعد كده آآ خانسة سوعة عشين. الشخص الذي يقوم بمعظم الطبخ. والله ما فيش فصلة يبقى هو زاتي. او خلاص اخد لك هو. واكتب لك جنبها كده انك لو قدامك هنا دت. هتاخدها برضو. تبقى جميلة وتبقى صحة وتبقى زيال. طول ما انت ما انت معكش فصلة. فكر في زات. طيب. آآ آآ رقب ستة وعشين طبعا وزيير. مش عاد السنة التي اصبحت فيها. هيبقى خلاص. يبقى هناخد عشان عسانة ناخد وان. طيب افرض الراجل ده ربنا ما هدهوش في اخر الجملة. راح كاتب لك هنا كده نفس الجملة بالزبط. آآ وزيير وبعدين احط لك هنا كده قبل النقط ان. خلاص مدام قال لك ان. يبقى عطول ما هو انت عارف ان المكان عارف ان المكان بستخدم معاه حرف او حرف جر. المكان وحرف جر طيب الزمان او حرف جر وانا في الجملة اللي قدامي دي بديني هنا حرف الجر مين? بديني حرف الجر ان. فان بتساوي طيب سبع وعشين انا قرأت مقالا والذي فيه الحياة مش عاربة كده. ان ان ويتش. طيب اي ويتش بقى? ما هانا عادفة مستر? ان حرف الجر? اسمع دي بقى الكمتين دول مهمين. ان او اي حرف جر? حرف جر. وقادي كمان حرف جر. كم كلمة دول? اتنين حرف جر. حرف الجر لما يجي بعده. اسمع دي كده عاقل. عاقل في الحالة دي حضرتك هتستخدم لما يكون في حرف جر. وبعدين عاقل هتستخدم هوم وما ينفعش غرهوم. كلام خلصان كده. طيب حرف جر ده. وبدل عاقل هنا هنقول غير عاقل ما ينفعش السنتك تستخدم اطلاقا غير ويتش. طيب بمعنى. انا قدامي دلوقتي المقال. عاقل ولا غير عاقل? لأ ده غير عاقل يا مستر. وقابلك حرف جر هنا مين? ان. خلاص يبقى انت كده معاك حرف جر. حرف جر ومعاك غير عاقل. تاخد منه انت مغمض ده اخد ويتش عاقل. طب نفترض ان هو بقول لك ان عمر اخد بالك من دي كويس. آآ عمر نقط. اي سبنت ذا هولي داي. هوم اي سبنت ذا هولي داي ولا ويتش هوم. طيب بديك بالحسن. اقول لك مسلا عمر. نقط اي سبنت ذا هولي داي. يا طرح هنا هنقول هوم. ولا هنقول هوم. ركز جون ترجع. ونشوف الموضوع اي بالزبط وفقا للترجمة هنختار. انت بتقول لي في الجملة عمر انا قضاية الاجازة. الازي انا قضاية الاجازة? ولا الازي معه قضاية الاجازة? اكيد الازي معه عشان كده ناخد مين? هناخد وزه. طب افقد ان الاختيارات يا مستر هنا كان فيها وز هو. كنا فكرنا فيها. دي غلط تماما انك تستخدمها. ما فيش في اللغة الانجليزية حاجة نسمك انك تجيب حرف جر وبعدين هو. حرف الجر موجود يبقى هوم على طول وانت مغمض عينك. والله رحت جامعة لندن التي فيها يعني حيث درست الادب او التاريخ يبقى ناخد لاني دي مكان. والله القصة دي غير عاقل صح? الغير عاقل باخد معه وزهد. حلو كده. وبعدين حرف الجر لما يكون موجود مع الغير عاقل ناخد وزهد. خلاص بقى ناخد وزهد هنا على طول انت مغمض ما تفكرش كتير. سألتني اين كنت? التي عليه رددته. اكيد حرف الجر موجود وانت بتكلم على الرد الغير عاقل يبقى خلاص طيب اه حرف الجر مع الغير عاقل. الاجتماع غير عاقل. خبلك الفكرة الراجل ده انه بقرر لك كدير او في حرف الجر عشان تعرف ان ميتنج بنقول ادزا ميتنج. هو وقال انه مشغول ولا زيب ايه يقصده كزا. عشان تعرف ان ده حرف جر مع الغير عاقل. اسمع بقى لكلمتين دول عشان الكلام ده مهم. انتعرف دي بنجيب بعدها تو وبرضه ممكن نجيب وبعدين صح? شخص شخص بمعنى انا اخدت الكتاب من عمر. وعمر زائل مني تماما وكان في مشكلة كبيرة جدا. عمر. انا اعتزر لمين? عمر. لان اخدت الكتاب. فلاحز كده ان شخص. حين بيقول لك بقى في الجملة. لقد قال شيئا قاسيا جدا. لازم يعتزر على الشيء. خب بالك ها? عشان كده خدنا مين? خدنا اللي هي دي. طيب استنى بقى كده الجملة دي. عايز اخدها تحت كده. بنلعب لعبة صغيرة كده. آآ 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 تو زا بوي. وبعدين هنا بيقول لك تو هوم ولا تو ويتش. وطبعا هنا في هوم هي ايسينك يشوت اولا جايز. بركز معايا كده. في الجملة الاوليات هاتين انت بتقول لي انا هو اقال شيئا قاسيا فور مدام جاب لك فور يبقى بتكلم على الشيء حرف الجر لما يكون مع الشيء ناخد هوم فانت عشان كده اخد هوم. طب في التانية. قال حاجة خطأ لمين للولد. تو مدام قال لك تو يبقى هو قصده انك تعتذر لمين للشخص الوادي اللي هو عمر. وحرف الجر لما يكون موجود مع الشخص ناخد هوم. ازا انت هنا هتغمض هناك اختار هوم. طيب. عاقل وبالتالي هنقول هو. التي كانت جميلة ده يعني. عيد الام. عيد الام ده زمان المفروض افكر في وين. طب الرجل ما جابش وين. انت لو قررت الجملة هتعرف ان اصلا ما ينفعش نستخدم وين. الجملة دي لو في الاختيارات هنا كمان كلمة وين ما كناش فكرنا فيها. كنا هنشطوبها. يا مستنى استنى مش بالمفروض ان ده عيد الام ده زمان اه? يعني ما ياخدش وير اه معاك ما ياخدش وير تمام برافا عليك. طيب وما ياخدش اه ما ينفعش ياخد وقت لان ده زمان فعلا. بس ينفع هياخد يا مستر? ولا ينفع هياخد ذات? طب ما هو ينفع هياخد وين? الموضوع الملخبط صح? الفايصل انك تكلف نفسك وتكرق الجملة للاخر ما تستعجلش. دي يعني ايه? يعني بالعربي كده معناها يعني يعلمو. بيحدد. يحدد ده عبارة عن ايه? عن فعل. وانا حافظ كواس وفاهم ان لما بديني مكان او زمان. وبعدين في اول الجملة التانية بدأ بفعل. او بفير بتو بي. حرف اول جملة فها حرف جر. فانا بستخدم وانا مغمض عيني. لازم الكلام ده ركز فيه عشان الكلام ده انا هنسى للأسف. الاسكندرية مكان. يبقى نقول في بفرض قال لك كنا نقول يعني كتب طبعا. كتب مين يا مستر? كتب اغاثة. يعني الكتب ديت بتاعت مين? بتاعت اغاثة يا مستر. خلاص يبقى ملكها يعني? اه خلاص يبقى هوس يعني. خلاص يبقى ملكها. طيب. اه زماني. هو مرضاش يسلفني الفيوس والذي يجعلني غاضبا. ايه اللي غضبك يا عام? انه مسلفني. شيد فلوس ده حدس غير عاقل او جملة كاملة فانا اخد ويتش واحنا مغمضين. لف بيا لفة كده في المدينة. حدا لطيفة منه والله. العمل الغير عاقل يبقى ويتش. هي المرأة التي كتبت كتابيني. المرأة التي. المرأة عاقل يبقى خلاص هو او زت. ناخد زت. هو ده الكتاب الذي يعده اكثر الكتب مبيعاتا. الله الكتاب ده غير عاقل. خلاص يبقى ويتش وزت ادويتش. اه بعد كده المكان غير مكان ده مكان اقصد. والمكان باخد معه دايما وير. يبقى خلاص وير. ايه ده يوم من ايام من اسبوع وبالتالي نستخدم وين? هيروح واحد سائلني يا سؤال. طب وين دي يا مستر مش اخد بالك منها. انا قلت لك لازم حرف جر يعود على الفاعل. طب ما نترجم. لو كان حرف الجر ان عاد على الجمعة كنا اخدنا مين? كنا اخدنا ويتش لاني عارف حرف جر مع الغير عاقل لناخد ويتش. ثانيا اولا اول منطق يعني ان حرف الجر اللي بيجي مع الايام على حضرتك هو ان. بس تعاني نترجم عشان ناسبت لك انه موليش علاقة بفرائد دايب. يوم الجمعة الى اليوم الذي انا ازوره اقاربي في القرية. يبقى حرف الجر ده جاي مع مين? حرف الجر ده بدع القرية. طبعا المقال حرف جر يبقى. والله الاستاد مكان. ومع فرض ياخد بس حرف الجر ده. بيقول لك ما ينفعش تاخد مع المكان الا الا ويتش. طيب بعد كده. اريد انا اتحدث الى شخص يمكنني ان اثق فيه. الشخص ده عاقل صح خلص يبقى هو. طيب. وعلى فكرة لو كان هنا في هوم كانت نفعت للم الشخص اللي انا اثق فيه. انا الفاعل. والشخص ده مفعول. وبالتالي الشخص ده ينفع. يناخد معه او هوم مدام مفعول. السامير الذي يدرس لنا العلوم. والله السامير ده هو الفاعل. فانا افكر في ذات ولكن في هنا كاما. فالكاما بتقول لي السلام عليكم وبعدين ستاخد ذات عشان غلط. المفروض ناخد هنا هو. يعني اسمع الجامل الكتاب العربي. نحن ينبغي ان نقرروا ما نريدوا شرائه. يبقى ناخد مين? ناخد ود. طب الجملة دي كده. ملهاش حل تاني غير كده? لأ ليها حل غير كده طبعا. خبلك احنا ممكن نقول اسمع او ذا ودي بقى الحتة المهمة. دي كلها كده. كل ده بيسبق وبيسوي كلمة وط. طيب خمسين بقى. دكتور عيشة. آآ فاذر. الاب ده بتاع عيشة زي ما قلنا دي مكرره الايه? آآ رانيم الوليلي دي آآ لعبة مشهورة جدا. اتولدت في الف وترمات ساعتمانين. طبعا بتكلم عن البنقات ما دي العاقلة. فبالتالي هنقول هو. آآ طبعا الحدث ده الاحداث طبعا ديت جملة كاملة. عشان كده ناخد طب ليه عشان هي احنا عايزين دامير وصلة عادل على الجملة كلها. عادل برادر. الاخ ده اخو مين? اخو عادل خلاص يبقى عشان دي ملكية. هالرأيت ما اشتريته? يبقى هناخد مين? طب ليه مش ممكن نقول هالكزاندريا دي مكان. حلو اه تمام. وبعدين بعد المكان جاب لك حرف آآ او فعل او حرف جر عاية على الفاعل. في التالي حد بناخد عطلو احنا مغامضين. طيب خب لك اهناك ايه? عشان جملة دي هنوعبها لعبتين اتنين كده. هنعملها كده وكده. وانا هكتب وانت اكيد هتتوقع هتوقع اللي انا قصد عليه. بص بقى. هنا بقول لك اشياء انا. وبعدين بعد بعد دي راح جاب لك لما الاشياء الغير عاقل لما ناخد حرف جر بعدها ناخد وحنا مغمضين يا مست. تمام. طيب هنا بقول لك يعني الناس. وبعدها هجاب لك حرف يعني حرف لما يجي مع العلق لناخد مين? اكيد ناخد وانا مغمض عيني. طيب. هل تعرف الفتاة التي قدمت لك مقعدها? يبقى هو. طيب ليه مش هوم? ما حصل الفتاة قدمت المقعد. الفتاة هي الفاعل. احنا مش عايزين مفعول. عايزين فاعل. هل هناك اي شخص اني اعرف? والله الشخص عاقل فاناخد هو. بص بص بص. مثل كثير من اولئك الذين يمتحنون. الناس اللي بنتحنون العقل ولا غير عاقل? اكيد عاقل. خلاص يبقى انا اختار هنا هو او هوم. انت بتقول الناس الذين يمتحنون. يعني هم الفاعل. خلاص يبقى ناخد هو. والجملة دي محترمة جدا خب بالك. هو دايما كان ابن عم غريق. قاعد بعيد عنه عايش بعيد. هي عمرها ما قبلته. والله هو اصلا فاعل صح? وبعدين بقول لك هي لم تقابل هو. يعني هو المفعول. هي الفاعل وهو المفعول. خلاص انا عايز اختار لي مفعول يبقى ناخده مع طول. اه بقول لك ان الموتسيكلات دي دايما بتقول خطيرة ولذلك that's why which is why. فعشان كده انا اخد مين? which is why? which is why دي بتساوي that is why. او بتساوي كلمة يعني لو انت تلخبط يعني احفظ ان كلمة that's why which is why. بتساوي so. he died of cancer. مات بسبب السرطان which is. نقط اي بريدكتد. بص تركز. هي هو مات بسبب السرطان وهذا ما توقعتوه. يبقى which is which is what. اخد بالك which is what. دي بتساوي the thing that I predicted. no one knows exactly haven't. لا احد يعرف التحديد ما حدف. يبقى ناخد what. the sunsets the sunsets here are beautiful. ساعات غروب الشمس هنا عظيمة جدا. many artists come to paint them. which is why? so. اكيد هي طبعا اجابة which is why? او so. يعني شكل غروب الشمس هنا جامد جدا. so لذلك الناس بيجي يرسموا وكلمة so بنحط مكانها which is why? طيب اه they are discussing to do. ناكست. ترجم? هما بيتناقشوا في ما ينبغي ان يفعلوه بعد. ما يعني what? على فكرة كان ممكن يقول they are discussing the thing is which they will do. there are so many things can go wrong. هناك الكثير من الاشياء التي يمكنه ان تحدس او تحدس خطأا يعني. يبقى many things الاشياء يبقى that can go wrong. السبعة وستين بقى بيقول لك ايه? kid needs some love and affection. هو عايز يقول لك ان ما يحتاجه ذلك الطفل هو بعض الحب. وطبعا دي المحبة يعني او الحنان and love والحب. انت عارب بالعربية تقولت ليه ان ما. ما اصلا يعني what? وذلك اللي هي ذات. يبقى what that? what that? kid needs. بسترجين كده معي واحدة بوحدة. ما ذلك الطفل يحتاجه هو كذا. طيب تماني وستين. they never found out the murderer was. هما لم يكتشفوا ابدا من كان القاتل. فعشان كده هناخد هو كأداف استفام يعني. لم يكتشفوا لم يعرفوا ابدا من كان القاتل. طيب بعد كده نورة and her husband علي. نورة وجزها اللي اسمه علي. live in كايرو. الذين يعيشون في القاهرة اكيد يعني يبقى اكيد هو. طيب بعد كده اه سبعين. I have no idea who for advice. انا لا ليس عندي فكرة من سأل ولا من اسأل نصيحة about that english course. اكيد انت عايز تقول للعربي ايه? انا ما عنديش نصيحة ما عنديش معلومة اسأل مين? يبقى who to ask. قبلة كدير كده معناها who I should ask. لما تقول مسلا انا ما عنديش فكرة ماذا اكل? يبقى I don't know what to eat. طب اين اقابل? اين اقابل? يبقى where to meet? طب اين اذهب? يبقى where to go? هنا بقى انت بتقول ما عنديش فكرة من اسأل? يبقى who to ask. دي بتساوي who I should ask ودي جملة محترمة جدا. عايزك تركز فيها. طيب اميرة ايه? house was destroyed in the fire. is now homeless. اميرة. اللي بيتها تولع. يبقى اكيد who's house. اللي بيتها ولع. يبقى who's. this movie was filmed in هونولولو. هونولولو دي مدينة في امريكا تقريبا. الفيلم ده تم تصويره فيلم يعني فيلم ومعناها يصور فيلما يعني. الفيلم ده تم تصويره في مدينة هونولولو. we spent our holidays. حيث قضينا اجزاجنا وهونولولو مكان. فناخد. آآ ستيفن كينج. ده الراجل بتاع الفيزية ده. is an author books books كتب. كتب مين دي? كتب عمه ستيفن. خلاص يبقى دي ملكه. يبقى ناخد who's. واربعة وسبعين. the house a we really wanted to buy had already been sold. المنزل اللزي كنا نريده ان نشتريه يبقى the house which we really wanted to sell. بص بقى. احنا اتفقنا على امي لما يكون في قدامي مكان او زمان معاهم which فقط دون اي حاجة تانية جرهم في تلات احتمالات. اني يكون الجملة التانية ب denying بدء ب보دب بي. لاحتمال التاني. يكون الجملة التانية بدء بفعل? او الجملة يكون فيها حرف جر عايد على الفاعل. كم احتمال دو للاتة. الاحتمال باها الرابعة اللي عايزك تضيفه ان الجملة التانية ما يكونش لها معنى يعني ايه. انا لو اجيت قلت لك مسلا. we wanted to buy. يعني ارادنا نشتري. تفهمت حالة كده? ما تفهمتش حالة. مدام الجملة دي ملهاش معنى. يبقى دي جملة وصف فتستخدم عطول مع المكان. طيب. اربعة خمسة سبعين. احنا كلنا مروحناش الحفلة. والذي ازعاجه. والذي احباطه. يبقى انت عاكد عايز تستخدم مين? اه. طب ليه مش ذات? معشان فيه قامة يا عم. طيب. جين ماذر. جين المصور لم يتمكن من ان يحمض الصور. انت عارف من كلمة دي? معناها يحمض في الافلام يعني. ومعناها يطور طبعا زي ما انت فاهم وينمي. بس هنا معناها يحمض فيلما يعني. المصور لم يحمض الصور يعني لم يطبعها مسلا عشان انتم ما حضرتوش التحميل ده. آآ نقط ان استراليا. بص بقى. دي الحل الصحيح. اللي هي فين? اللي هي دي. طب لي ها مستر بقى ما تخدش البقين. تعال نشوف. المفروض الجملة اصلا يا شباب كانت زي فوتوز. تمام? طيب. ما ينفعش نستخدم ضمير وصل وضمير مفعول في نفس الجملة. الجملة دي اصلا يا شباب كانت كده. كل الاختيارات اللي هتقابلها قدامك اللي هتلاقوا قدامك في الجملة هيكون بتلعب على هذا الاساس الوطر. اللي هو ايه بقى الوطر ده? تعال نشوف مع بعض كده. ركز معي في الكلمتين دول. عشان الكلمتين دول هم اخر جملة وعايدك تركز فيها. بص معي. انت هنا عندك هي تمام كده? بقول لك في الجملة دي ان انت عندك دمير وصل اللي هو كلمة وعندك دمير مفعول اللي هو كلمة كده الجملة بالمنزر ده كده خطأ تماما ممكن تبدل تقول خطأ لحد بكرة بعد بكرة الصبح. طب ليه خطأ? ما ينفعش اطلاقا نستخدم دمير الوصل مع دمير المفعول. فانا محتاج احزف. اسمع بقى الخيارات. لو هتحزف تحزف لاتنين مع بعض. فتبقى الجملة ايهات كده صح. طب انا عايز احزف حاجة واحدة بس. تحزف دمير المفعول لان دمير المفعول ما ينفعش ابدا يبقى موجود مع دمير الوصل. طب يا مستر ما نحزف دمير الوصل اللي هو وانسيب الباقي ما ينفعش. يبقى عليك تركز كده. لو هتحزف تحزف دمير المفعول. وبالتالي لو لو الجملة قدامي فيها يبقى صح. ولو الاتنين محزوفين وقدامي يبقى صح. تعال نشوف كده. حزف دمير الوصل يبقى دي غلط. يبقى كده من غير ما فكر كده اكيد دي غلط. تمام. طيب عندي برضو هنا التانية. ما هو جاب لك هنا ضمير وصل وضمير مفعول لا ما ينفعش. ضمير مفعول وضمير وصل برضو مع بعض ما ينفعش. ازا الاجابة تسعة وسبعين بقى. آآ انا ما ينفعش نقبل العرض اللي انت قدمته. يبقى نفوض لجملة اصلا. هنحزف وانسيب ويبقى الاجابة هي دي. طيب ليه ما ينفعش اللي بعدها? تركز هنا بيقول لك ضمير وصل. وات. ضمير مفعول يبقى دي غلط. طيب برضو ضمير وصل وضمير مفعول ما ينفعش. تمانين بقى اخر حاجة. التي اصبحت جزءا في حياتنا. هو مين? الشبكة الانترنت. وده غير عاقل يبقى ناخد كده احنا خلصنا مع بعض تمانين جملة دول. عايزة بتعرف ان في مجموعة من الجمل تانية هنزلها لك برضو مكتوبة الورق بخط ايدي في ورقة كده وهتناقش فيهم بكرة. اه ونتقش فيهم النهاردة لما نفتح الجروب الشات يا رب تسمعوهم قبل الحصة قبل الشات النهاردة علشان لو عندك اسئلة فيهم. والقاعدة هصور هلكم مكتوبة مشروحة بخط ايدي وانزلها لكم على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.